السؤال بعد كده بيقول السلام عليكم أنا اسمي وعايز أعرف يعني إيه حد يظلم حد والظالم خايف يرد عليه ولا حاجة الظلم ده تأشكال وأنواع وكل أخذ حق من حد بغير وجه ده ظلم افرد واحد خد مكان حد في وظيفة بالتحايل وظلم افرد واحد بس أنا عندي مشكلة أقولها لك بس الأول خالص أذكر بس الظالم بأن الظلم الظلمات يوم القيامة أن الظلم ماذا الظلمات يوم القيامة وحضرت النبي يقول ربما يكون أحدكم ألحن بحجته من أخي فمن قطعت له حق أخي فقد قطعت له قطعة من النار تخيل لما رحمة الله للعالمين هو اللي يقطع لك قطعة من النار ذنبك وحش أوي وحش أوي أنت بتأكل أموال الناس بالباطل فمن قطعت له حق أخي فقد قطعت له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها التخيير ده لإيه للتهديد ده مش حاضرة النبي بيقوله انت حر ممكن تاخدها أو تسيبها لا ده حاضرة النبي بيهدده فلذلك هو لازم يفهم ده وما يعملش كده فإذا عايزين نتق الله سبحانه وتعالى وعايز أقولكم حاجة بس بقلق شوية الناس بقى أزاد فيهم المظلومية فلازم نتأكد بس قبل ما نتهم الناس بالظلم كمان ان اللي احنا بندعي ان هو ظلم ما كانش اختلاف في وجهات النظر أقولكم ليه ان كتير من المظالم اللي أنا بشوفها الأيام دي إيه اللي حاصل فتبقى اختلاف في وجهات النظر بس الناس خليتها ظلم وعشان كده عايزين نتق الله سبحانه وتعالى ونكون دققين في وصف مظالمنا عند الناس يا أيها الظالم ارجع فإن لك مسافة ولك عودة ورد المظلمة لصاحبها لأن المظلمة لو بقيت أنت لن تتحمل عقاب المظلمة يوم القيام وأيها المظلمين ويا أيها المظلمون إيه اللي حاصل؟ تأكدوا إن ده ما كانش في إيه اختلاف في وجهات النظر لأن ممكن وإنت بتدعي إن أنت لك مظلمة تكون إنت اللي وقعت في الظلم وعشان كده نكون من أهل الاتزان إحنا النهاردة تكلمنا عن معنى من المعاني اللي بتنقذ الناس من الموت التكافل التكافل يا سادة اسمعوا مني طوق نجاة يا ريت تكون إنت اللي بتقدم التوق للنجاة دي للناس لأن من أحياها فكأنما أحيا الناس الجميع خليك توق نجاة للناس بالتكافل كلمة منك ممكن تمنع واحد من الانتحار وكلمة منك كمان وعمل صالح وخدمة ممكن تنقذ واحد من الانكسار يا سادة إنت لكم الاختيار إن أنت تعيشوا مع أهل التكافل اللي هم أهل الأنوار أو تصهينوا وتسيبوا الناس تحترق في وسط الحاجة والنار اللي بينقذ حد من النار مالوش مكان غير في جنة مدد الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخر يا رب جعلنا سبب من أسباب وصول مددك للعباد جعلنا يا رب من أهل التكافل ومن أهل الدعم ومن أهل المساندة ويا رب تخلناش أبدا نحبس كلمة في قلوبنا ولا في صدورنا تنفع حد يا رب رزقنا رقة في القلب عشان نسارع في إنقاذ عبيدك بمددك عشان يحمدوك على نعمتك وإنك جعلت في الحياة ناس من أهل الخير لما يختاروا إنهم يكونوا من أهل التكافل يا رب يجعلنا نذوق حلاوة سر أليس الله بكاف عبدك عندما تجعلنا من العبيد الذين يسيرون بين العباد بالتخفيف والتيسير والفتح لكل أبواب مغلقة يهمنا يا رب المدد والعون ويجعلنا نعيش في كرمك يا أكرم الأكرمين ترجمة نانسي قنقر